بداية سيد محمد طلعت على الدراسة شو رأيك فيها هلأ شوف الدراسات بهذا المجال اللي بتحاول تفهم أكثر قدرة الدماغ عديدة جدا يعني واحدة منها هذه الدراسة ودراسات كثير مشابهة لإلها بتدل على أنه الإنسان يمتلك قدرات في دماغه ومش كثير مفهوم حجمها ولا معروف من مصدر الرئيسي لإلها نعم هل هو الخوف يعني واحدة من التفسيرات أنه ممكن يكون الخوف لكن فعليا في عدد كبير من الدراسات بشير لنفس هذا المبدأ اللي هو قدرة الإنسان على فهم وتفسير ظواهر غير واضحة نعم محمد عشان نوضح أكثر الدراسة تم عرض لعبة أمام الناس اللي خضعوا لهذه الدراسة وكان تفاعل الدماغ مختلف مع الأشخاص المتفوقين بالأداء عن الأشخاص اللي كان أداءهم يعني سيء نوعا ما صحيح فشو نوعية هذا التفاعل المختلف كما وصف بالدراسة هلا هون إشارات الدماغ الفيسيولوجية تعطينا إنديكيترز على نوعية المعلومات اللي دخلت للدماغ من خلالها استنتج الباحث أنه هذا الشخص عم بيحدد أنه هذا الشخص أقوى من هذا نعم هيك ببساطة يعني نحاول نختصر الموضوع قدر الإمكان زي ما حكيت لك في دراسات كثير تتشابه مع نفس المبدأ وهو عالم يعني عالم الناس الإنسان كثير يحب يبحث فيه لفهم أكثر طبيعة الدماغ وطبيعة قراءة المشاهد زي هاي أو غيرها نعم محمد بالنسبة للشخص القائد مثلا نهاية الدراسة بتحكي أنه الدماغ الإنسان يستطيع أنه يحدد من هو الشخص المهيمن مثلا أو المسيطرة أو القائد في أقل من ثانية في عالم الفراسة الموضوع بيعتمد على الخبرات وبيعتمد على لغة الجسد بيعتمد على كثير أشياء فكيف يعني بشكل عام الإنسان بيحدد الشخصيات هذا القائد هذا المساعد هذا بقدر أنه مثلا أحكي معاه في هذه الطريقة هذا لا شوف في عدة تفسيرات من ضمنها مثلا واحدة من الدراسات حكت عن نبرات الصوت وضوح الصوت وارتفاع الصوت بعطي دلالة للطرف الآخر على وجود سلطة عند المتحدث إذا كان صوته واضح أو العكس طبعا هاي واحدة من الدراسات وواحدة من الدراسات الثانية بتحكي عن معالم الوجه وثبات معالم الوجه تعطي برضو دلالة على صاحب السلطة أو عدم وجود سلطة أو قوة أو نفوذ يعني بشكل عام دراسات تانية يمكن تستغرب أشرت على موضوع الطول في واحد من الاختبارات أنه تم دراستها بطريقة معينة في إحدى الجامعات هل هذا الشخص صاحب سلطة أو لا أو هل هو البروفيسور لهذه المادة أو لا من خلال أحددوا عنصر واحد اللي هو الطول وكان فعليا أغلب الناس بتعتقد أنه الشخص الذي قام أطول هو صاحب السلطة مجموعة عناصر ما بنقدر نحصرهم بعنصر واحد نقدر يخلي الإنسان يستنتج هذا الاستنتاج ولازم نأشر صراحة أن هذا الاستنتاج بدون دلاء وإثباتات هو استنتاج يحتمل الخطأ نفس الدراسة تثبت أنه هي في نسبة من الصواب مرتفعة يعني يشار إلها لكنها مش دقيقة مية بالمية محمد إذا نركز حديثنا اليوم عن الفراسة فيما يتعلق بهذه الدراسة هل نحن بالفعل نستطيع فهم ما هو بداخل الأشخاص من خلال الملامح أو ما يظهروه شو رأيك أجاوب بس بطريقة شوي لأنه السؤال كثير دقيق فهي الجواب سيكون صعب شوي أنا أريد أعطيك معلومات بسيطة ونحاول إحنا مع بعض نجاوب لأنه هل هو ممكن أجاوبك حتى مبدئيا هل في جواب دقيق لسؤال حضرتك صعب صراحة يعني أشكرك على هذا السؤال وما في جواب دقيق زي الدراسة هاي نفسها مثلا بتشابه الموضوع إحنا نحاول نفسر النظرية ففعليا يعني رح يأخذ مننا مجهود وسنوات أطول وما منعرف لمتا أحاول أجاوبك زي ما حكيت لك أعطيك إياها من جهة معاكسة بمعنى لغة جسدنا هذا شيء مثبت علميا لغة جسدنا بتأثر على الهرمونات في الجسد إذا عرفنا هاي المعلومة خلينا نضيف عليها معلومات بسيطة زي مثلا لغة الجسد اللي بتدل على الثبات والقوة رح تعطي للإنسان انتشار أكثر للهرمونات التستستيروني اللي هي بتساعد على السيطرة والتحدي ونوع من النفوذ والقوة بمعنى أنه إحنا إذا كانت الطرف الثاني مش الطرف اللي بدي يحلل الطرف الأول إذا هو كان واعي أكثر بيقدر يأثر على نفسيته أكثر النفسيته هاي اللي ما يتأثر عليها بلغة جسد أنا أعطتك واحد من العناصر اللي هي لغة الجسد رح يغير قراءة نفسه رح يغير انطباع الآخرين عنه وهذا اللي بيصير مثلا بمقابلات العمل وغيرها وغيراتها من المواقف بيصير الإنسان هو إما أنه ممكن يحصل على قبول اجتماعي من خلال لغة جسد معينة أو بالعكس يعني رفض اجتماعي فلهيك هو الموضوع ما بتجاوب عليه 100% بدقة بشكل عام احنا عندنا قدرة ما منعرف نفسرها 100% من وين أجد أو كيف احنا منستعملها من خلال طبعا يعني أهم التفسيرات اللي بتحكي بهذا الموضوع انه احنا عندنا ميراث بيئي ويعني حضاري كبير راسخ بدماغنا من خلال تجاربنا الإنسانية وتجارب الاجتماعية في العصر اللي الإنسان بعيشه تعطيه دلالات لقراءة الآخر وفهم الآخر ويعني ما يجول بخاطره هنا وعننا نعم محمد أيضا يعني هاي الفكرة بجوز بتقودنا لفكرة الستيريو تايبينج أو الطنميط فنحنا يعني الفراسة بتيجي من التراكم الخبرات فأنا مثلا بكون بعرف انه مثلا المدير بلبس بدلة فأنا لما أفوت على مكان بشوف واحد لابس بدلة بتوقع انه هو المدير مثلا فهو المدير بدي يكون عارف حاله انه بدي يكون لابس بدلة مثلا وأنا بكون عارف حالي انه المدير بيكون لابس بدلة ففكرة انه انا كيف بستخدم الستيريو تايبينج يعني انا اذا بدي اعطي نمط معين عن حالي او انه انا اذا بفهم نمط معين شو رأيك اشكرك مية بالمية انت اللي وضحته عشان هيك احنا دائما يعني مهما بلغت الامور ما ما عندنا القدرة الكاملة للحكمة النهائي بدون دليل بدون يعني معلومة ثابتة زي ما حضرتك حكيت فعليا اه انا في عندي تنميط تلقائي بعرف الانسان مثلا اللي مرتب طبيعة صوته راح تكون فيها نوع من التناسق والترتيب وهكذا الانسان القوي او صاحب سلطة مدير ما صاحب قدرة عالية بشيء ما اكيد نبرد صوته مثلا طبيعة المشي وهو بمشي بشوف فيه مشيته الثبات والثقة تلقائيا انا راح اختاره اذا انا كنت يعني في مجموعة ما او كده راح اعتقد انه هو المدير اعتقادي زي ما حضرتك حكيت فيه سبيريو تايبنكي كتير نعم نشكرك محمد ابو لبان يعني هو الملفت بالدراسة انه الدماغ تستطيع معالجة التسلسل الطبقي وهذا اللي وضحت لنا يا من خلال حديثك شكرا لك وانت باحث في علم الفراسة نافيك عافية نهارك سعيد هياكم